حاليا بالفترة الأخيرة تعرضت البلدي لعدة هجمات من قبل ميكشيات نظام تواجدي في تجمعات أبودالية المرق تعرضنا لقصف شديد عن طريق صواريخ شديد الانفجار البلدي كان فيها قرابة 30 ألف نسمة ما يقارب 24 ألف من الأهالي وكنا مستضيفين من النازحين من ريف حما شمالي وريف إدلب الشرق قرابة 7 ألف تقريبا الأهالي نزحوا على القرى المجاورة والأراضي الزراعي نحن في المجلس المحلي من ناشد المنظمات والمؤسسات للمجتمع المدني تتوجه بشكل مباشر تأدي استجابات طارئة لهذه الناس الأهالي يطلعوا الجو شتوي شايفين الشتوي صعب كتير والنزوح بهذا الوقت موسهل أبدا يتوجهوا أدوا استجابات لأنه نازحين في الأراضي الزراعية أو في المخيمات والوضع صعب كتير فإحنا متمنى من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني التعامل فورا وتأدي استجابات طارئة بهذا الخصوص